محتوى صادم حول إلى حد كبير الاهتمام بالشكل فضاعة وبشاعة صور إعدام لقباط المصريين في ليبيا منتصف الشهر الجاري على يد تنظيم الدولة الإسلامية أرجع الحسم في كل الشكوك التي حامت حول معتبر ثغرات كبيرة في ذلك المحتوى أبعدوا من ذلك بدت تشكيك في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خبراء في السينما تحدثوا عما وصفوه بالتلاعب والأخطاء التي وقع فيها تنظيم الدولة أثناء التصوير سرعان ما أيدتها تقارير إعلامية ومنها تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية أظهر أن التسجيل يحوي هفوات في عملية منتاجه وتصويره وحاول التقرير إثبات التلاعب هذا من خلال تعداد أخطاء تدل على حدوث عمليات منتاج في أكثر من موضع أولها استخدام الشاشة الخضراء أو ما يعرف بالكرومة لإخفاء فيما يبدو المكان الحقيقي لتنفيذ العملية ورجح الخبراء أن العملية تمت داخل استوديو بإضافة خلفية خليج سيرت إلى المقطع واستدلوا على ذلك من خلال اللقطة التي تصور الشخص الذي تحدث في الفيديو حيث ظهر حجمه أكبر من البحر في اللقطتين القريبة والبعيدة كما أن رأسه كانت غير متناسقة مع المشهد وأضاف الخبراء أن العدد الإجمالي لعناصر التنظيم التي نفذت عملية الإعدام لم يتجاوز الستة أشخاص لكن القائمين على المنتاج أجروا بعض التعديلات عليه في تكرار مواضع الأشخاص أما تحويل لون البحر للون الأحمر فاعتبرها الخبراء أسهل أداة من أدوات المنتاج إذ يمكن أن تتم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول معتبرين أن تنفيذها كما جاءت في الفيديو أمر مستحيل واقعيا المشهد الآخر الذي اعتبر مميزا وواضحا لعملية التلاعب كان في الطول المبالغ لمسلحية التنظيم بالنسبة للأشخاص الذين أعدموا حيث ظهروا أقصر بكثير بالنسبة لهم وقدر طولهم بحوالي سبعة أقدام أي بزيادة قدمين عن الضحايا صوت أمواج البحر أيضا رآه الخبراء مقطعا صوتيا مسجلا ومعروفا ولا يوجد تشكيك جدي بعملية الذبح ولكن جديد تلك الشكوك في مكان وقوعها فلأطراف كثيرة منها تنظيم الدولة مصلحة في التلاعب في المكان لاعتبارات أمنية ودعائية وهي مصلحة تتقاطع مع أطراف ليبية وإقليمية ودولية تسعى لخلط الأوراق وإظهار الثوار الليبيين الذين يمثلهم جسم سياسي معترف به ويحظى بشرعية المحكمة الدستورية بمظهر التنظيم الإرهابي أو الداعم للإرهاب مع أن الواقع يوحي بأن القوة التي تحركت إلى سيرت لقتال تنظيم الدولة هي من الثوار الذي يسعى إلى وصمهم بالإرهاب